اشتركوا في القناة ورابطت أياماً أمام سفارات ليبيا في عواصم أخرى كثيرة ولكن لا من شاف ولا من ديري كأن أي مواطن مصري بالنسبة إلى مملكة السنوسي رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه يا أولي الألباب وكان الشلحي الموجود في القاهرة اليوم يرسم خرائط السد العالي الذي قررت حكومة ليبيا إقامته على الحدود ليمنع اتصال القطرين وكانت ليبيا وقتئذ حلال للطير من كل جنس حرام على بلابله الدوح وبالرغم من ذلك توكلت على الله وتوجهت نحو الحدود الليبية وقلت فليكن ما يكون وما الذي سوف يكون سوى منعي من الدخول أو ضربي علقة عند الحدود أو حبسي بضعة أيام في سجون ليبيا وأيا كان الأمر فستكون هناك قصة تصلح للكتابة وحدوتته تحفظ في متحف الذكريات ثم إنني في النهاية سأتمكن من إلقاء نظرة على قطعة من أرض العروبة فمن يدري قد يشاء حظنا التعس أن نعيش ونموت دون أن ندخلها قط ووقفت أمام عسكري الجوازات الليبي وراح يدقق في جواز سفري ثم قال مندهشا ألكنك لا تحمل تأشيرة دخول وقلت للعسكري برقة متعمدة وبأدب مبالغ فيه إنني في الحقيقة لا أقصد زيارة ليبيا ولكني مجرد عابر سبيل في طريقي إلى مصر فإذا أردت منحي تأشيرة لمجرد المرور فأنا شاكر فضلك وإذا كان هذا مستحيلا فسأعود أدراجي من حيث جيت وكفى الله المؤمنين القتال وقال العسكري الليبي ووجهه يضيء بالحب إذا كانت مصر بلادك فهذه أيضا بلادك مرحبا بك في أرض ليبيا وإلى أي مدى تشاء وختم الرجل الطيب جواز سفري زيارة لمدة شهر يا سبحان الله كل الاحتياطات التي اتخذتها حكومة جلالة الملك وقناصل جلالة الملك ومخابرات جلالة الملك أطاح بها هذا العسكري العربي الطيب في لحظات أي انفصال كامل وكلي بينما يدبر فوق في العلالي في قصور الحكام ومكاتب المتسلطين وما يجري في الشارع مع جماهير الناس الطيبين التي تدرك بالغريزة أنه ما دامت مصر بلادي فليبيا أيضا بلادي ومرحبا بك في بلادك وإلى أي مدى تريده وكما موسى كلم الله جئت ليبيا على قدر ودخلت المدينة أسعى على حذر ولكن أين هي المدينة؟ الشاطئ مهجور إلا من أشجار النخيل والشوارع خالية إلا من بعض عساكر الأمريكان وحوانيد مفتوحة ولكن بلا حركة في الداخل وعدد من النساء يقطعن الشارع وبعض الرجال في ملابس رومانية من عهد قيصر ثم لا شيء بعد ذلك لا شيء على الإطلاق إلا السكون والصمت وقبعت في صالة فندق المهاري على شاطئ البحر أتطلع إلى الوجوه التي حولي وكلها وجوه خواجات عبرت البحر من أوروبا بعضهم خبراء وأغلبهم جواسيس عملاء وسطاء والكل مثلي قابع في مكانه في هدوء يلفه السكون والصمت ولكن ولدا ليبيا يعمل صحفيا لا أذكر أين اسمه الفيتوري ولا أذكر اسمه الأول جاءني رغم كل شيء وخرجت معه ذات مساء إلى قاعة هايلس واستطعت أن ألتقط صور لمواقع الصواريخ المصوبة نحو مصر قلبي مع العسكر المسكين الذي سمح لي بالدخول لا بد أنهم أذابوه كقطعة الصابون أو نشروه كلوح خشب بلوت مع الاعتدار لأخينا علي بلوت وقضيت في ليبيا أسبوعا وحاول أن أنفذ إلى داخلها دون جدوى صحيح أنني دخلت الأرض الليبية ولكني لم أدخل ليبيا وكيف أستطيع ليبيا نفسها غير موجودة وليس لها حضور الحضور كله لبطانة الملك السنوسي وتستطيع أن تراها في صالة قمار فندق البحر المتوسط والحضور كله لضباط القاعدة الأمريكية وتستطيع أن تراهم في كل وقت والحضور كله لرجال الأمن وهم وراءك على الدوام وفيما عدا ذلك لا حضور لأحد على الإطلاق الشعب الليبي خلف أسوار السكون والصمت يأكل المبكبكة والبازين وضباط الجيش الليبي الوطنيون نصفهم في لندن بدعوى العلاج أو الدراسة والنصف الآخر في ليبيا تحت الرقابة أمن الذي يراقب مخابرات أمريكا وبريطانيا وفرنسا فلكل منها ثلث مساحة ليبيا على وجه التقريب ولم أستطع أن أتحدث مع واحد ليبي أو أدخل بيتا ليبيا على الإطلاق حتى المصريين الذين كانوا في ليبيا وقتئذ كانوا جميعا وبلا استثناء هاربين من حكم عبد الناصر وكانت الغالبية العظمى من الإخوان المسلمين وقلة منهم من رجال العهد الملكي الذي قطط عليه ثورة يوليو وقد استطاعوا الإفلات من مصر بثرواتهم وعاشوا في طرابلس عيشت أفيال الهنود حتى المتاجر والمخازن لا ترفع لافتات عربية وإنما كل اللافتات مكتوبة باللغات الأوروبية وخيل إلي أنني أسير في شارع من شوارع روما أو لندن أو باريس وثروات الشعب العربي في ليبيا تنهب بلا حساب ودود أوروبا الخبير يمص دم الشعب بلا رحمة وتحول الشعب في النهاية إلى جثة هامدة بلا حراك كل سلوته في الحياة احتساء أكواب الشاي في النهار وتسكين الدماغ في الليل بأنفاس الحشيش المعطرة أو أكواب البيرة المثلجة والاستغراق في أحلام سعيدة عن النفط الذي بدأت روائحه تملأ الخياشم في أنحاء البلاد وكما حدث في أمريكا عند ظهور الذهب تدفق الآلاف من الليبيين إلى المدينة وقد هجروا القرى والحقول وتركوا قطعان الماشية تسرح بلا رعاة في البراري وجاء الجميع تسبقهم صرخة مدوية النفط ومطلبهم الوحيد الوظيفة وبدلا من أن تسجرهم الحكومة فعلت العكس وشجعت المهاجرين على الإقامة في المدينة وألحقتهم جميعا بمهن غير منتجة فراشين في دووين الحكومة وفي بعض المدارس في طرابلس بلغ عدد المدرسين خمسة عشر مدرسا وعدد التلاميذ ماء تطالب وعدد الفراشين ماء وخمسين فراشا وحتى هذا العدد الهائل لم يكن يؤدي عملا ما في المدرسة ولكنهم كانوا يكتفون بالجلوس في حلقات في فناء المدرسة يشربون الشاي أحيانا وينامون أقلب الأحيان وفكر عدد منهم في زيادة دخله فسجل نفسه فراشا في أكثر من مدرسة وفي عدد آخر من الدووين وبدأت ليبيا بعد ذلك التاريخ تستورد أكلها من الخارج حتى الفجل ولكن لا شيء يهم ما دام الملك إدريس مهتما بمزرعة الخيول الملكية والأمير الرضا يتأمل نجوم من شرفة قصره المطلة على البحر المتوسط ووزير الداخلية صوفي الذي كان يعمل محصلا في ترام الرمل في الإسكندرية يسيطر على الأمن في الشارع ويعد أنفاس الناس في البيوت ويحرس منشآت البترول من أن يقترب منها شبح كلب شارد ولقد كانت المؤامرة كبيرة ورهيبة ولم يكن في ليبيا كلها من يستطيع منعها وكانت الخطة الجهنمية وهي إفراغ الأرض الليبية من فلاحيها وإلحاقهم بوظائف فراشين في الحكومة حتى لا يكون هناك أدنى ارتباط بين الليبي وأرضه وحتى يسهل بعد ذلك اقتلاعه من الأرض الليبية كلها وكان الملك السانوسي منشغلا بخيوله والأمير الرضا يكتفي بالتأمل ولسان حاله رضا لمن يرضى والحكومة متواطئة مع الأجنبي وأعضاء الحكومة ليس لهم في ليبيا شيء يخافون عليه أكل ما يملكونه في ليبيا أو دعوه خزائن خارج الحدود المهم أن تستمر الأحوال على هذا النمط أطول وقت ممكن والمهم أن يستنزفوا من دم الشعب أكبر كمية ممكنة ولذلك لم يلحظ أحد شيئا مريبا وطائرات فرنسا وإنجلترا تحتشد في قاعدة العظم على حدود مصر ولم يستنكر أحد من السادة في ليبيا ما حدث بعد ذلك عندما قامت هذه الطائرات بضرب القاهرة أيام العدوان الثلاثي بل احتفل بعض الوزراء وبعض الحكام في ليبيا بانتصار الحلفاء على العدو المصري غير أن شعب ليبيا العربي كان له موقف مختلف هبت الجماهير في حماسة أصيلة تحرق كل شيء يملكه الأجانب في بني غازي وطرابلس وحصر الناس أحياء اليهود في المدينتين وهاجموا القواعد العسكرية والسفارات الأجنبية وأشعلوا النار في العالم البريطاني والعالم الفرنسي وقتلوا عددا من جنود الاحتلال كانوا يتنزهون على الشاطئ في اللحظة ذاتها التي سكتت فيها إذاعة القاهرة وهبت الحكومة هي الأخرى فاتخذت إجراءات مضادة ألقت القبض على الكثيرين وعوضت الأجانب عن ممتلكاتهم التي احترقت واعتذرت عن أرواح ضحايا جنود الاحتلال التي أزهقت وزيادة في احتياطات الأمن منعت الحكومة إذاعة نشيد الله أكبر وهو النشيد ذاته الذي سيكون نشيد ليبيا الوطني في مستقبل الأيام وزيادة في الأمن والأمان استوردت حكومة السنوسي عمالا من إيطاليا ومن مالطا ومن البرتغال ومن تشاد ولكنها منعت مرور عمال مصر عبر الحدود أقامت بترحيل من كان موجودا منهم في ليبيا وخلال السنوات الست التي تلت العدوان الثلاثي تحولت الأراضي المزروعة إلى أراضي مبور وأصبح الجبل الأخضر جبلا من التراب والصخور ونفقت قطعان الماشية التي كانت ترعى وحدها في الخلاء وحدثت معجزة لا أظنها حدثت قبل ذلك في أي مكان ليبيا التي كانت تصدر الضأن إلى الخارج أصبحت ولأول مرة تستورد اللحوم من تركيا وإيطاليا والصومال وتحولت ليبيا بفضل الحكم الأحمق إلى ثلاث دول دولة فزان وتحكمها فرنسا ودولة بنيغازي وتحكمها إنجلترا ودولة طرابلس وهي تحت الحكم الأمريكي وخيل للمراقبين في كل أنحاء العالم أن ليبيا قد ماتت وأن الشعب الليبي في غفوة مثل غفوة أبناء الرقيم وأطلق الجنرال لاكوست الذي كان يحكم الجزائر نكتة شهيرة عن ليبيا عندما سأله صحفي فرنسي عن مدى خطر الثورة العربية الآتية من الشرق على الوضع في الجزائر ضحك لاكوست السمين وقال بيننا وبين الشرق العربي أرض متينة وهي موصل غير جيد للحرارة وهي كفيلة بقتل كل شيء يعبرها أو يقيم عليها الأشخاص والمبادئ والأفكار ونحن نعيش هنا خلف ساتر يحمينا ويوفر لنا الأمان وكانت ليبيا هي الأرض المتينة التي عناها الجنرال لاكوست وهي عبارة فيها الكثير من الواقع والكثير من سوء الفهم فقد كان لاكوست ينظر هكذا إلى الحكومة وإلى السلطة لكن نظره الضعيف لم يستطع أن ينفذ إلى الأعماق وتحولت ليبيا إلى أضحوكة في نظر الجميع لدرجة أن أحد الصحفيين العرب عندما قرأ عبارة انقلاب عسكري في ليبيا ظن أن عسكريا ليبيا قد انقلب على الأرض أثناء سيره في الطريق ولكن رغم الماء الآس والظلام المخيم والموت الذي يرفرف على رؤوس الجميع ذهبت إلى سوق طرابلس واشتريت بعض الأغراض من تاجر ليبي ظل نائما على جنبه وأنا أفتش في المحل عما أريد وعندما حاولت أن أنقضه الثمن اكتشف الرجل أنني مصري وأنني زائر في طريقي إلى وطن أبو خالد وأقسم الرجل ألف مرة أنه لن يتقضى أي ثمن وأكثر من هذا أقسم ألف مرة أن أشرب معه الشاي قبل أن أغادر المحل وقبلت شاكرا اعتقادا مني أن الشاي في طرابلس مثل الشاي في أي مكان على ظهر الأرض وكانت الساعة الخامسة بعد الظهر عندما بدأنا حفلة الشاي وعندما خرجت من المحل كانت الساعة قد بلغت العاشرة وكان الإخوة الليبيون لم ينتهوا من شرب الشاي بعد فأنت تبدأ بالشاي الأسود ثم الشاي الأحمر ثم الشاي الباهت ثم تعود إلى الشاي الكحلي ثم الشاي الأزرق ثم الشاي الوردي ثم الشاي الأحمر وهكذا تتذوق كل الألوان ومع كل لون حكايات تروى وأحاديث تقال ولكن لا أحد يسمع لأن الجميع مشغول بشرب الشاي ولقد تركت ليبيا ذات يوم من عام 1957 وأنا أتق أنني لن أعود لقد كان كل شيء يوحي بأن ليبيا قد ضاعت إلى الأبد وإذا كانت الجزائر قد ضاعت بفعل فرنسا وفلسطين ضاعت بعدوان إسرائيل فليبيا ضاعت بسبب خيانة بعض حكامها ولكن لأن الليالي دائما حبلة ولأنها أيضا تلد كل عجيب حدث عكس ما توقعه الجميع وذات صباح من عام 1969 وقعت الواقعة في ليبيا ولم يكن بيان السلطة الجديدة بيانا للثورة بقدر ما كان تأشيرة دخول للعبد لله للعودة إلى ليبيا وكان مجيء الثورة هو هدية الأقدار للأمة التي انتكست في حرب سنة 1967 وكان علامة على أن هذه الأمة قد تنام أحيانا ولكنها لا تموت وأنها قد تمرض أحيانا ولكنها قادرة دائما على المقاومة وأنها أقوى من الشلل ومن العجز وإذا كانت رحلتي الأولى إلى ليبيا تمت في ظل الملكية فإن رحلاتي إلى ليبيا بعد ذلك تمت في ظل الثورة والغريب أننا نحن العرب نصنع نفس الأشياء في ظل جميع الأنظمة المختلفة ولذلك يخيل للعبد لله أحيانا أننا نحن العرب لا نعرف إلا نظاما واحدا للحكم ولكننا نطلق عليه عدة أسماء نظامنا العربي من واقع التجربة المرة هو نظام كبير العائلة الجالس على الدكة في يده اليمنى سيف وفي يده اليسرى كيس منتفخ بما فيه من ذهب وفضة ونحن نطلق على هذا الكبير الجالس على الدكة أحيانا لقب ملك وأحيانا لقب شيخ وأحيانا لقب رئيس ولكن الألقاب في بلادنا ليس لها مدلول وليست ذات مغزى فجوهر الحكم واحد في ظل جميع الأنظمة وتحت جميع المسميات في عالمنا العربي هي قبائل سياسية الأمر والنهي في يد شيخ القبيلة وليس لأفراد القبيلة إلا السمع والطاعة وكتابة التقارير اليومية والخلاف بين أحزابنا ليس خلافا فكريا ولكنه ثأر ولا يضيع ثأر وراءه مطالب ولذلك أيضا طبقنا الشيوعية بأسلوب عربي ففشلت وطبقنا الاشتراكية بأسلوب عربي ففشلت وحاولنا تعريب الرأس مالية ففشلت والسبب هو نظامنا العربي الذي نطبقه في كل مكان من بلاد العرب والذي يجب ما قبله ويلغي ما بعده ولقد ذهبت إلى ليبيا الثورة أكثر من مرة وفي أول مرة تعرفت على الثوار وصدمت مجموعة شباب ثوار أكثر سذاجة من عم الشيخ عطوة مجذوب بلدنا وأكثر طيبة من خالتي لديهم أحلام وليس لديهم برامج وعندهم نية وليس عندهم قوة وفي المرة الثانية تضاعفت الصدمة عندما اكتشفت أن الثورة عندهم تعني الفوضى وفي المرة الثالثة قررت أن أغادر ليبيا وأن لا أعود إليها ولكن بين الزيارة الأولى والزيارة الأخيرة وقعت مصائب وحدثت أهوال وجرت أحداث ولذلك سنرجو الحديث عنها لنروي لكم الوقائع بالتفصيل ومع التحليل عنوان والكفاح دوار ولقد قدر للعبد لله أن يعود إلى ليبيا بعد الثورة وكانت المرة الأولى خلال زيارة عبد الناصر لها وكانت الثورة لا تزال بكرا وأفق الثوار لا يزال محدودا كانوا ثوارا لا يزالون لم يتحولوا بعد إلى رجال حكم وأذكر أنني كتبت بالتفصيل عن زيارتي الأولى للقذافي وهو نزيل مستشفى طرابلس العمومي لإجراء عملية الزائدة الدودية ولم أكن وحدي حين ذهبت إليه ولكني ذهبت مع الزميل الكبير الأستاذ أحمد بهائدين واكتفينا في البداية بتسجيل أسمائنا في سجل التشريفات وعندما استدرنا عائدين وقبل أن نصل إلى باب الخروج اكتشفنا أن هناك من يجري خلفنا ينادي علينا بأعلى صوته يرجونا أن نعود للقاء العقيد القذافي لم يكن الذي يجري خلفنا أي أحد ولكنه كان بشير هوادي عضو مجلس قيادة الثورة ومعه عضو مجلس ثورة آخر هو محمد المقريف وعدنا الأستاذ أحمد بهائدين وأنا ودخلنا حجرة القذافي ولم أصدق أنها حجرة الرجل الذي قلب الأوضاع في ليبيا وطرد الملك السنوسي منها وجلس مكانه فوق القمة العالية لم يكن في الحجرة شيء إلا سرير عادي من سرير المستشفيات وبجانب السرير منضضة صغيرة مدهونة بطلاء أبيض وعلى المنضضة إناء زجاجي به ماء وكوب صغير به عدة ورود وجهاز راديو صغير ثم لا شيء بعد ذلك وكان القذافي نفسه يتمدد على السرير مرتديا بيجامة عادية مقلمة وقدماه عاريتان وعندما أبصرنا قهقها عاليا ورفع يده كأنما يهم باحتضان الهواء وجلسنا معه في نيتنا أن نقضي خمس دقائق معه ولكنه كان يصر على الجلوس كلما استأذننا بالانصراف وامتدت جلستنا معه إلى ساعة ونصف الساعة خلالها ناقش أحمد بهاء الدين في مقال كان قد نشره على صفحات المصور ثم التفت نحوي وقال لا تغادر ليبيا قبل أن أغادر المستشفى فلي معك حديث طويل فلما استفسرت من العقيد عن موعد خروجه أجاب بعد أسبوعين فلما اعتذرت له عن عدم إمكاني البقاء في ليبيا كل هذا الوقت قال ضحكا إذن سأصدر أمرا باعتقالك في ليبيا ثم قال وهو يضحك لقد قرأت لك كتابك الأخير الشيخ العبوط يطلعبط وكنت أحيانا أضحك وأنا جالس وحدي واضطررت إلى ترك الكتاب حتى لا يراني أحد وأنا في هذه الحالة فيتهمني بالجنون ثم قال سأعطيك مفكرة الملك السنوسي وستجد فيها ما هو أعجب وأغرب من يوميات الشيخ العبوط ثم قال لبشير هوادي اذهب مع محمود إلى دار الحكومة وعطيه مفكرة الملك السنوسي وعندما أبدى بشير هوادي بعض الفتور قال له العقيد بلهجة آمرة اذهب معه الآن وأعطيه المفكرة كان هذا أول لقاء لي مع العقيد وغادرت ليبيا مع الأستاذ بهاء قبل أن يغادر المستشفى كان ذلك في عام 1969 ولم تقدر لي العودة إلى ليبيا مرة أخرى إلا في عام 1975 وفي شهر أبريل بالذات أي بعد ست سنوات من ذلك اللقاء الخاطف في حجرته بمستشفى طرابلس العام ولقد كانت في ذهني صورة رسمتها لليبيا الثورة تصورت أن كل ليبي تحول إلى ثائر وأن الصحراء تحولت إلى جنات خضراء وأن طرابلس أصبحت قطعة من أوروبا وأن ليبيا بالثورة دخلت القرن العشرين من أوسع الأبواب ولذلك كانت صدمتي الشديدة عندما اكتشفت أن كل شيء بقي على ما هو عليه الشيء الجديد الذي طرأ على الحياة هناك هو مجموعة شعارات وعدة مايكروفونات وصراع السلطة بين الثوار على أشده بشير هوادي مبعد عن السلطة ومحمد المقريف مات في حادث مريب صحيح أن هناك أشياء كثيرة تغيرت منها أن الثوار تحولوا إلى حكام في الزيارة الأولى مثلاً كان على الصحفي الذي يزور ليبيا أن يسدد فاتورة فندقه لأن الثوار لا يرشون أحداً ولا يطمعون في استمالة أحد ولذلك سدد حسابي في الفندق صديقي أحمد الفتحلي وسدد فاتورة الأستاذ أحمد بهائدين صديقه الأستاذ الغتوري ولم يكن الحساب إلا عدة دنانير قليلة فقد عشنا في تقشف شديد يليق بنبض الثورة ونهجها ولكنهم في الزيارة الثانية استضافوني في فندق الشاطئ وهو فندق يقع على مساحة كيلو متر مربع ولذلك فهو أشبه بالمطار منه إلى الفندق واكتشفت أنه مضيفة لجميع المناضلين من كل أنحاء الأرض ولما كان المناضلون أشكالاً على ألوان فقد اكتشفت أن بالفندق عدداً من المناضلين نزلوا بالفندق عند افتتاحه منذ عامين ولم يغادروه بعد وكان هؤلاء ينامون نهارهم بالفندق ويسهرون الليل فيه ولما كانت الخمور ممنوعة فقد اكتفوا بعصير الليمون وهو عصير مستورد من إيطاليا كان له طعم الليمون وليس له خصائصه شيء أشبه بالنضال الذي يقوم به هؤلاء السادة المناضلون وكان البعض منهم حسن النية والبعض الآخر قليل الحيلة والبعض الآخر أرزقي معتاد على الاسترزاق وجد ضالته في فندق الشاطئ وأقام على أمل أن تحقق له الأيام جزءا مما يريد الشيء الوحيد الذي كان يربط بين الجميع هو الأحلام بعضهم يحلم بأمة عربية واحدة من الخليج إلى المحيط وبعضهم كان أكثر تفاؤلا وهؤلاء كانوا يحلمون بوحدة من المحيط إلى المحيط من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي والبعض الآخر كانت أحلامه تمتد إلى أبعد من ذلك فيحلم باسترداد الأندلس والإسكندرونا وبخارى وسمرقند ولملا والثورة في ليبيا قائمة والكفاح دوار وظهرت ليلة واحدة مع المناضلين في فندق الشاطئ ولم أعد إليهم بعد ذلك قط واجتمعت بالعقيد ذات ليلة عاصفة ومطيرة في مكتبه بالقيادة العامة العقيد وأنا وليس معنا ثالث وعندما سألني عن أحوالي في فندق الشاطئ قلت له ضاحكا الفندق عظيم ولكن المناضلين فيه أكثر من اللازم وضاحك العقيد وهو يقول والله يا محمود عندنا مناضلون أكثر من حاجة الأمة العربية وبالرغم من أن الجلسة استمرت ساعات طويلة وتشعب الحديث فيها وذهب إلى اتجاهات شتى إلا أن العقيد طلب خلال اللقاء عدة طلبات محددة أولها أن أصدر جريدة في بيروت فاعتذرت له بأن ذلك مستحيل لأنني سأقتل في اليوم التالي لصدورها وقال العقيد ولكن نيس أحميك في بيروت وقلت للعقيد أنا واثق أنك تستطيع حماياتي في بيروت ولكن المأساة أن الخطر لن يكون من جانب الرأسمالية العالمية أو الإمبريالية الاستعمارية أو الشواش العليا للبرجوازية إلى آخر هذا الكلام الذي لا يضر ولا يفيد الخطر الحقيقي يا سيادة العقيد سيكون مصدره أصحاب الصحف اللبنانية فالجرائد التي من هذا النوع لها أصحابها وسوق الصحف الخاضعة لنفوذ الأنظمة العربية لها زعماء وآباء روحانيون وهم مستعدون لصنع كل شيء وأي شيء لمنع الغرباء والمتطفلين ثانياً أن أعيش في طرابلس وأكتب في جريدة ليبيا اليومية وهي جريدة الفجر الجديد ومصيبة العبد لله أن النكتة تحبك معي أحياناً وقد حبكت معي في تلك اللحظة فقلت له أكتب فين؟ في الفأر الجديد؟ ويبدو أن النكتة لم تعجب العقيد فغاب عني فترة وغاب بعيداً عن الحجرة التي كنا نجلس فيها وتبدلت ملامح وجهه وبدأ عليه أنه يقضم غيظاً شديداً في داخله أما ثالث طلباته أن أصدر كتاباً عن السادات وعن حقيقة ما دار قبل وحول وأثناء يوم الخامس عشر من مايو الشهير وأفهمت العقيد أن الوقت لم يحن بعد لكشف أسرار هذا اليوم العجيب وأنني سأكتب هذا الكتاب عندما تأتي الفرصة ويحين الوقت المناسب وعندما انتهت المقابلة في الفجر وادعني العقيد عند الباب الخارجي وقال هذه بلادك تستطيع أن تقيم فيها كما تشاء وتستطيع أن تغادرها كما تشاء وسأراك مرة ثانية عما قريب ولكن مقابلتي له لم ترقه بالتأكيد كنت صريحاً أكثر من اللازم وغلياطاً في بعض الأحيان وشعرت بفتور من جانب المسؤولين الصغار الذين كانوا يبدون للعبد لله عواطف مبالغة فيها في أول أيام الزيارة وزاد الفتور عندما دعوني إلى ندوة في الإذاعة وحضرت الندوة بالفعل ولكن اعتذرت عن الكلام ولأنه رب ضارة نافعة فقد كان فتور هؤلاء المسؤولين الصغار سبباً في الإقلال من الزيارات التي كانوا يقومون بها للعبد لله ووفر هذا الفتور وقتاً للعبد لله لكي يسرح في الشارع الليبي كان دليلي إلى الشارع الليبي محامي في الأربعين من عمره وهو خريج كلية الحقوق المصرية وكان يتصور أن المحامات هي أرقى مهنة في الوجود وأن المحامي هو رسول الله على الأرض وكان يعيش على أمل واحد هو أن يعيش حتى يرى اليوم الذي يتحرر فيه الشعب الليبي من حكم السنوسي ليتولى الشعب حكم نفسه وليعيد صياغة الحياة على أرض ليبيا وعلى النحو المطلوب وكارثة المحامي الشاب أنه عاش حتى رأى ذلك اليوم وعاش حتى جاء سنوسي آخر أصغر سنا ويرتدي زيا مختلفا ويقود ليبيا في مهمة ليست مؤهلة لها ولم يرشحها أحد للقيام بها ومأساة المحامي الشاب أنه عاش حتى رأى المحامات مهنة غير مرغوب فيها وحتى رأى المحامي مجرد صعلوك فضولي طفيلي لا يريده أحد ودخلت مع المحامي الشاب عددا من البيوت الليبية من مختلف الصنايع والطبقات قضينا ليلة في بيت محامي أكبر سنا وقضينا ليلة أخرى في بيت فلاح وقضينا ليلة ثالثة في بيت صحفي مفصول من الخدمة وممنوع عليه العمل في مهنة الصحافة وقضينا ليلة حافلة في بيت تاجر يبيع الملبوسات المستوردة من إيطاليا وعلى اختلاف الصنايع والرتب كان الجميع يتكلمون لغة واحدة ويشعرون بنفس المرارة ولهم أمنية واحدة وهي أن يغادروا ليبيا اليوم قبل الغد وأن يذهبوا إلى أي مكان لا شيء يهم وأدركت من خلال الدردشة مع الجميع أن أحدا في ليبيا لا يستطيع أن يتنبأ حتى لو كان عرافا ما الذي سوف يأتي به اليوم وما الذي يخبئه الغد ولكن الحياة تمضي بهم دقيقة بدقيقة وثانية بثانية وجهاز التلفزيون هو الذي يصدر القوانين وهو الذي يسن الضرائب وهو الذي يديع أخبار الإعدامات التي تمت بالأمس ويفاجأ المواطن الليبي وهو جالس أمام التلفزيون بأن أحد أقربائه أو أحد أصدقائه أو أحد ما عارفه قتل ليه؟ وما التهمة؟ وأين جرت المحاكمة؟ ومن هو القاضي؟ ومن هم الشهود؟ وما هي الأدلة؟ كل هذا لا أحد يعرفه وما جدوى أن يعرفه أحد يكفي أن الإعدام قد تم تنفيذه ومن فضل الله أن التلفزيون يديع الخبر على الناس وعندما أمعنت النظر في التجربة الليبية أدركت أن التبسيط هو مأساتها فالزعيم عبد الناصر كان زعيما للعرب لأنه حاول توحيدهم إذن فليحاول الزعيم الآخر توحيد العرب أيضا وما دام يحاول سيصبح حتما زعيمها وليحاول محاربة الاستعمار وما دام يحارب ولو حتى في الإذاعة فقد صار زعيما وطنيا وإذا كان في العالم نظريتان الشيوعية والرأس المالية فلماذا لا يكون هناك نظرية ثالثة؟ ويكفي أن تكتب النظرية وأن تطبع في كتب ملونة وتردد فصولها في الإذاعة ليصبح صاحبها هو زعيم القوة الثالثة وهي عملية عبيطة أشبه بأن يقوم الممثل عاد الإمام بأدوار يوسف وهبي أو يتدرب فاروق جعفر ليأخذ مكان مارادونا أو ينهمك الفيلسوف زكي نجيب محمود في التدريب لينازل البطل محمد علي كلاي فالزعيم عبد الناصر صار عبد الناصر لأنه كان في مصر ومصر لها دور تلعبه منذ قديم الأزل وستظل تلعبه إلى أن يشاء الله والعبد لله مثلا يمكنه أن يصبح بطل العالم في يوم من الأيام ولكن في لعب الكوتشينة أما في المصارع والملاكمة وشد الحبل فالمحاولة لن تكون أكثر من عملية جنون ولن تؤدي في النهاية إلا لمستشفى الصدر وعلى أحسن الفروض مستشفى الخنكة وبعد عدة مشاوير في الشارع الليبي أدركت عمق المأساة وفداحتها كانت الشوارع خالية تقريبا وفي بعض الأماكن كان هناك زحام فإذا اقتربت من الزحام اكتشفت أنهم جميعا وافدون من مصر جاءوا إلى ليبيا سعيا وراء الرزق وعجبت لهذه المحاولات المستمرة لحشد الجماهير فأين الجماهير التي تريد هذه الأجهزة أن تحشدها؟ الجماهير الليبية؟ إذا كان المقصود هؤلاء فملعب كورة واحد يكفي لحشدهم هل هي الجماهير المصرية الموجودة في ليبيا التي يريدون حشدها؟ الحقيقة أن هناك خطأ في التحليل بالنسبة لهذه الجماهير ليس في ليبيا وحدها ولكن في أماكن أخرى كثيرة فهذه الجماهير التي تركت مصر إلى بقاع شتى في الأمة العربية هدفها الأول هو البحث عن عمل والسعي وراء الرزق ومحاولة تحسين الأحوال ولكن بعض فلاسفة النظم العربية إياها يتصورون أن هذا الكمال هائل من الجماهير لم يخرج فقط من أجل الرزق ولكن في أعماقه ثورة مكبوتة ضد الأوضاع في مصر فهم ثوار دون إدراك وهم مناضلون دون وعي وكانت نتيجة هذا التحليل الخطأ فضائح ومصائب وأخطاء سياسية فادحة ومع ذلك لا يتعلمون وكان أعظم مثال على خطأ التحليل من جانب النظم إياها هو حزب الكهرباء وكان بطل حزب الكهرباء المصري هو رجل اشتغل خادما في مكتب عبد الناصر وكانت مهمته في المكتب هي تقديم الشاي والقهوة وفتح الباب للضيوف والزوار وفي زمن السادات هاجر الرجل من مصر وتسكع في بلاد كثيرة في العالم العربي وأخيرا استاده نظام عربي من إياهم فصار الرجل زعيما لحزب مصري في المنفى يرفع شعارات ثورية وتقدمية ويشجب كل المخططات الاستعمارية والمؤامرات الإمبريالية ويدعو إلى قيام الثورة العربية وبقيادة حزب الكهرباء ولكن ما هو سر تسمية الحزب بحزب الكهرباء؟ السبب أنهم بحثوا عن وسيلة لتمويل الحزب دون أن يتورط النظام الذي يرعاه مباشرة في هذا التمويل وهداهم التفكير إلى إنشاء جاركة كهرباء لتمويل هذا الحزب الحديدي والذي كانت لجنته المركزية تتألف بالإضافة إلى الخادميات من مهندس أرزقي ومحام أرزقي وشاب يشتغل بالسياسة باعتبارها أسهل طريق للرزق وعندما وقع حادث المنصة يوم السادس من أكتوبر عام 1981 أعلن رئيس حزب الكهرباء مسؤوليته عن الحادث وتفرغ عدة أيام بعد ذلك للإدلاء بأحاديث ثورية عن رأيه في كل المشاكل من أول مشكلة البحر الكاريبي وإلى مشكلة فيتناو حتى شركة الكهرباء التي أنشئت خصيصاً لتمويل الحزب الحديدي اكتشفوا أنها سجلت في جزر الباهامز وباسم زعيم الحزب وزوجته والمهندس الأرزقي وحرمه ليبيا المسكينة هي الأخرى وقعت في هذا المطب وأنشأت عدة أحزاب مصرية ثورية وعلى غرار حزب الكهرباء كان أشهرها حزب تحرير مصر ومن المضحك حقاً أن أعضاء هذا الحزب يحررون الآن بعض الصحف داخل مصر وخارجها عشت في ليبيا أياماً أتناول المبكبكة والبازين مع أفراد الشعب الليبي وأغادر الشارع مسرعاً مع حلول المساء فهكذا يتصرف الشعب الليبي وكأن حظر التجول مفروض عليهم ومنذ حلول المساء لن تجد ليبياً في الشارع ومن يقبض عليه في الليل ولو كان في طريقه إلى الطبيب فسينام في السجن مدة قد تصل إلى أسبوعين هذا إذا كان الليبي وديعاً وليس من هوات المشاكل أما إذا اشتبك مع الشرطة في عراق أو سب أحدهم أو تهور فركل أحدهم فالنتيجة الحتمية هي إذاعة اسمه ضمن قائمة الإعدامات في التلفزيون وفي تلك الأيام التي عشتها في ليبيا والتي امتدت ثلاثة أسابيع بالتمام والكمال اكتشفت أيضاً أن السلطة التي تحكم ليبيا ليست واحدة ولكنها عدة سلطات فبينما أبدى بعض المسؤولين الصغار فتورهم نحوي بعد لقاء بالعقيد أقبل على العبد لله مسؤولون آخرون صغار أيضاً ولكنهم يعملون في أجهزة منافسة فهناك في ليبيا أكثر من دولة وأكثر من حكومة وأكثر من مسؤول وقد تلقى حتفك ليس لأنك معارض ولكن لأنك تعمل مع مسؤول منافس يدبرون لخلعه أو تحجيمه وكم من مسؤول ليبي كان في القمة ثم هوى فجاء إلى القاع وكم من مسؤول كان في القاع ثم طفى فجأة على السطح صراع السلطة على أشده بين الجميع ولن يتوقف قط لأنه الأساس الذي تقوم عليه قيادة العقيد كما أنه الضمان الوحيد لبقاء العقيد فوق القمة مأساة؟ نعم ولكنها مأساة متشابهة ومتكررة في أنحاء الوطن العربي ضحيتها الوحيدة هو المواطن العربي وتخسر الأمة بعض أجزائها وتفقد خطاها على الطريق بسبب ممارسات مجنونة ولكن كل شيء يهون طالما أن النظام موجود ومستمر والإذاعة كفيلة بتقيير الحال فالثورة مستمرة والوحدة على وشك القيام والرايات مرفوعة والمعارك مستمرة والكفاح دوار ما الفرق بين النظام أيام السنوسي والنظام أيام مؤتمر الشعب العربي؟ لا شيء سوى أن أيام السنوسي كانت الحياة روتينية وخاملة وميتة ومملة لا يقطع هذا الملل إلا مجيء شهر رمضان أو حلول عيد الأضحى في عهد اللجان الشعبية الحياة مخيفة ومروعة ومفزعة ومملة أيضا وكئيبة لا يقطع هذا الملل إلا صوت المسيرات الشعبية أو حلول موعد تنفيذ الإعدام في وجبة جديدة من الخونة الذين لم يقرأوا الكتاب الأخضر ولم يباركوا الوحدة مع مالطة ولم يذهبوا مع الجيش الشعبي للقتال في أحراش بوروندي وبعد ثلاثة أسابيع غادرت ليبيا وإلى الأبد